بعض الشباب يحفظ آية أو صورة من القرآن الكريم ثم يقوم يسجل ذلك ويبثه من خلال التك توك والسوشيال ميديا وهنا ينقسم الناس بين من يؤيد ومعارض مؤيد ومعارض فريح حضرك في هذا الأمر وما تنصح بها هؤلاء الشباب والله يعني النصيحة لهم أولا هي المسألة ترجع إلى النية يعني نحن مطلوب مننا أن لا نسيء الظن بإخواننا وأخواتنا في البداية ثانيا نصيحتنا لهذا الشاب أو هذا الشاب أو أن يستكمل القرآن أولا وأن يعني يجتهد في تصحيحه وأن لا يتجرأ على نشر الخطأ هذه جرأة كبيرة كونك لم تصحح القرآن أمام شيخ أو أمام مدرس ولم تتأكد أن ما تقرأه صحيح ثم تنشره بين الناس هذه جرأة عظيمة وفيها خطر شديد فهذه هي النصيحة أما كون واحد يعني ينشر خيرا فهذا إن شاء الله نرى لا أرى به بأسا اشتركوا في القناة